عام 2006 وقبل 11 عاما بالتحديد في العشرين من فبراير تولى سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ولاية العهد ليحمل الأمانة بأمر أميري من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومبايعة نيابية عكست حبا وتقدير كفاءة وعطاء وتميز صاحبت سموه أينما حل وفي كل منصب تقلد سواء كمحافظ أو وزير وصولا لنائب أول لرئيس مجلس الوزراء وعلى صعيد الإنجازات نوجز دعمه بناء التكامل الأمني بمنظومة دول مجلس التعاون والدول العربية كما جمع ولي عهدنا حفظه الله في ملفات إنسانيته صفات القائد الحكيم والوالد الحنون مضافة لتواضع شهد به القاصي قبل الداني سيرة ومسيرة وتاريخ سياسي حافل ممتد ارتبط بولي عهدنا وأسرة حكم جبلت على العطاء فاستحقت كل ما يجيش بخاطر شعبها من محبة ووفاء